اول ما قالولي هنتكلم النهاردة عن اليوم العلامي للمرأة اتحمس قلت لهم ها هنستضيف مين بقى من نمازج الستات المشرفة دكتورة ولا مخترعة ولا سفيرة قالولي لا احنا هنستضيف راجل قلت لهم يا جدعان قولوا كلام غير ده يعني هنستضيف راجل في اليوم العلامي للمرأة قالولي لا اه ده كمان مش اي راجل ده راجل مجالة الامم المتحدة كرمته في اليوم العلامي للمرأة يعني يا جدعان مش هنجيب ست من النمازج المشرفة قالولي لا اه احنا جايبين راجل يشرف ده في النهاردة دكتور مش بس مهتمة بالمرأة لا ده شايف انها اهم ما في المجتمع شايف انها نص المجتمع وبتربي النص التاني تربي ازاي دي هنبقى نسأله عنها وقصده ايه صاحب مبادرة انت الاهم ده اصده على المرأة طبعا الدكتور عمر حسن السافير التنمية العربية والفائز بلقب اكتر الرجال المؤثرين في وضع المرأة في الوطن العربي بمجلة الامم المتحدة حضرتك اثرت في ايه بقى ازاي يعني ازاي حديثك انا سيدي اولا احنا بنراحب بيك نكتور بس انت يعني انا مستفزة منك شوية انا سيدي بجودي نهاردة ما احريك طبعا ربنا خلينا اقولك ان توجه ان الراجل يبدأ يدعم السته ده جزء منه بتوجه عالمي يعني في شهر تسعة السنة اللي فاتت كان الامم المتحدة سفيرة الامم المتحدة الموصلة الانجليزية ايما واتسن اطلقوا في الامم المتحدة ده حملة اسمها هي فورشي هي فورشي يعني هو لها اكتشفوا انه بعد فترة ان الستات من كتر ما هي بتتكلم عن قضايا الناس يقول لها خلاص كفايا ان تخطوا حقوقهم فلقى التوجه العالمي انه لما الراجل هيبدأ ان هو اللي يناقش قضايا ومشاكل الستات يبدأ يبقى فيه تجاوب اكتر ويطلع نتاج احسن خلينا اقول لك جزء منه كمان ليه علاقة بيننا يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال لك امك ثم امك ثم امك ده في جزء طبعا فيه تمييز للستات اصلا مواضح جدا انا كان التكريم ده كان عن حملة عملناها في 2014 حملة اسمها انتي الاهم انتي الاهم دي معايا فيها دكاترة وناس مش دكاترة معنا بنات وولاد معنا ناس مهتمين بفكرة ان احنا نحاول نغير الفكر شوي نغير الوعي مهتمين بقصة الصحة التعليم التمكين من خلال ان احنا نتكلم مع الناس من خلال ندوات من خلال لقاءات من خلال ان احنا نعمل للناس ورش عمل نحاول نغير وجهة النظر للناس تجاه المرأة يعني انتي قلت هيها وهي جميل جدا هي المرأة عددية نص المجتمع بس فعليا هي بتربي وتتحكم في النص التاني يعني الفلسفة قال لك لو ربتي ولد فانتي ربتي شخص واحد بينما لو ربتي بنت انتي ربتي اصلا كامل انا اسفة حددك قلت بتتحكم في النص التاني يعني بتربي وبتتحكم ما هي بتتحكم قلتك ايه بقى بالزبط بتتحكم دي بتتحكم ان انتي لو عندك راجل مش عاجبه سلوكه اعرفي انه امه كانت ممكن وانه هي وصغيرة كانت تتحكم في سلوكه الراجل اللي بيتحرش ده ما فيش امه من وهي صغيرة ما مسكتوش وفهمته ازاي يحترم الست ازاي يعمل اخته ازاي ما يبقاش في تمييز ممكن زرعت جواه ثقافة التمييز ان هو ممكن يضرب اخته ازاي ان هو ما يعرفش يحترم المرأة فيمكن اقولك ان هي تحكم ان هي ولادنا تحكم في تربيتهم تحكم في تربيتهم هي اللي هتتحكم هي تطلعه ايه هتطلعه انسان بيمارس التمييز ولا انسان صالح انسان نظرته للمرأة لها ايه فهو هنا دي فكرة التحكم ان هي بتتحكم في الولاد البنت الزغيرة دي هي هتبقى الام البنت صغيرة هي لما هتبقى أم هي اللي هتربط لك المجتمع ما هو التحكم ده يعني هو لو مامته عملت النص مراته بتكمل بقية التحكم يعني عادي يعني كل الست بتتحكم طبعا فرق لو ما تربطش بيت مامته يتربط بيت الزوجية يعني على طول طب دكتور حضرتك دكتور أمراض نيسة طبعا يمكن جات لك الفكرة ان انت تهتم بالموضوع ده هل اهتمامك جيه منكونك دكتور أمراض نيسة ولا انت مهتم بالمرأة من قبل ما تدخل كلية التنبع أصلا لا يمكن الكلية طبعا واننا دكتور نيسة طوليد وفي القصر العيني فبتشوفي الفقر والجهل ازاي عمل مشاكل يعني قصة التواعي الصحية حسيت ان احنا محتاجينها في القصر العينيك نمازج متكررة تشوفي واحدة مثلا قصة ده من بحثيها تلاقي واحدة حامل في الجنينها الخامس لما سألها انت عندك كم سنة تقول لها دكتور ما عرفش بص في البطاقة لما تبصي في الضيطة تلاقي انها عندها واحدة وعشرين سنة فتكتشفي ان انت لأ عندك الزواج المبكر يؤدي لك لمشاكل الست دي خلي بالك لما تبصي في الشهاد تحس انها عندها حاجة واربعين هي عندها حاجة وعشرين بان زواج المبكر والولادة المتكررة تأدي لمشاكل طبعا بترهيق ممكن دايما قصة بحثيها ان انت واحدة تبقى داخلها نعمل عملية مثلا السقص الرحم نجي نقص ضغطها قبل العمليات من الليها ضغطها علي جدا اقول لها مدام حريك مريض ضغط اقول لها دكتور انا ضغطي كويس احتمال ضغطي علي لما شفتوكو هي برضو ضغطها معليش لما شفيتنا هي مريضة ضغط بس هي محدش قصة الثقافة والوعي مش موجودة يعني دايما بقول الفقر والجهر يعني الشيك اوب ده احنا دايما بنقوله للناس عموما يعني بس هو الشيك اوب ده لما ناس مثلا على قد حالها بيروحوا يعملوا الشيك اوب يا دكتور ده مكلف مش مكلف الصيدلية انت هتقيسي بجنية لا مش بتكلم عن الضغط بالتحديد انما الشيك اوب كامل يعني دم صورة دم خلينا اقولك ان حتى الشيك اوب في حندنا حوامل ممكن يقولنا في القصر عيني هي جاية وهي في شهر التاسع هي بتتشنج هي بتتشنج ليه عشان على مدارة الحملة ضغطها قد بيعلى هي ما كانتش بتتابع ما كانش بتقيس ضغطها في الاخر جلع تشنجات قصة التشنجات دي مش موجودة في اي بلاد في العالم الا في البلاد اللي ما فيهش متابعة حال دكتور عمر هو هتتولى انت حادثة يبقى فيه مقر نتكلم في موضوع ده بس هي قالت شوية معلومات جميلة جدا يعني الدعم النفسي للزوج من اهم الحاجات خصوصا في الحمل يعني تلاقي بعض الازواج ممكن يقعد يتارع على شكل امراته وانتي ملك نفختي شكل كواوحش كده ليه ملك يبقى تعمل كده ليه ده بيقدي الاكتئاب وديقدي الست بعد كاتلها همها في الاكل وتلاقيها يا دي على هدر تدخن فدايما بركز مع الزوج ان هو لا اهتم بمراتك اهتم ان انتو تخرجوا مع بعض حتى وهي حامل تلعبوا مع بعض الرياضة وما تترقش طبعا على شكلها يعني اني بقى فهمين ان دي تخييرات فيسيولوجية وهرمونية من أثر الحمل اكتئاب ما بعد الولادة اللي هي حكت عنه جزء كتير جدا من الستات بيتعرضوا له بيبقى توطر بمعنى تيجي دي يا دكتور اول حاجة هي كانت الاول متهنية ما عنداش مشاكل دلوقتي بقت كل ساعتين لثلاث ساعات قاعدة بتردع كانت زي ما بتنم بمزاجها بالتمن اول عشر ساعت واربعات دلوقتي كل ساعتين بتصحى عندها جزء منه تقنيب ضمير هي عادة ليل ونهار هي مش فهمة ازاي تردع كويس فقاعدة بتلاقي العيل قطول بالوقت قاعد بعيط فهي عندها تقنيب ضمير هل يطرها هي بتعرف تردع كويس ولا لا يبقى تقنيب ضمير مع قلة تنوم طب انا عايز اسأل حياتك سؤال الستات اللي هم ستاتنا واخواتنا وحبابنا اللي في الارياف ما بيجلهمش الحالة دي اعتقد ما بيجلهمش طب اشمعنا الستة العصرية اللي هنا هنا جالي بيبي بلوز انا مش عارفة وتدخل تنوم وتسيب بيبي اللي جزء يتصرفي ويردع ويغيرل وينيمه وينام جنبه وكده اشمعنا يعني دولها بالفطرة بالجزء منها طبعا هو كل المستوى الاجتماعي المبيعلى والفكري احتمالية الاجتماعي بتزيد يعني دايما حتى عارفة اللي هو التفكير الكتير تلاقي دايما اللي هو مكبر دماغه او اللي هو البسيط خالص تماغه ريئة مش هجي له اكتئاب مش مددق حاجة خالص مش هجي لحمل حاجة بينما الانسان هتلاقي العصري اللي بتشتغل اللي عندها سترس اللي عادة تفكر طبعا ترغي على شغلها امتى طب هي بتردع طب العيل كويس طب هتوديه فين التفكير ده هو اللي بيعملها المشاكل هو اللي عملها اكتئاب فتلاقي دايما الانسان اللي هو البسيط على فطرته خالص بجلوش اكتئاب لا بعدين ستات يعني عندنا مثلا في مصر وكده بيقلدوا موضوع ابتدى ينتشر عندهم جدا من بعد فيه ممثلة امريكانية اللي مش متذكرة اسمعها تكلمت على الموضوع ده ونشرته وقالت وقالت ويقول لك انا جالي زي ما جالي فلانا وزي يعني بس هو الموضوع ده متدرج ما بين البلوز ان هي مش عارفة تخدم العيل مش عارفة تردع كويس ممكن تقعد طعاية لممكن يقلب معها ديبريشن او سايكوزز في بعض الحالات ومكتوبة في الكتب ان الست ممكن تنتحر او تقتل البي بتاعها طبعا يعني قصدي دايما بنقول العيلة كمان عليها بعد ما الست ولد يرقبوها يشوف السلوك هياخبار ايه هل يطرع عارفة ترعي العيل كويس ولا لا ابتدأت تخش في اكتئاب ولا لا يعني بعد ايه زي حياتك ممكن وهي نايمة تتقلب فتتقلب على البيبي كمان اقو ان هي ممكن زي ما قلتلك من الاكتئاب ممكن هي تنتحر يعني بعضها تسجلت في بعض الحالات في الكتب فعلا من كتر الاكتئاب هي ممكن تأذي نفسها او ممكن تأذي طفلها فده دور برضو الزوج ان يكون شايف مراته وهي عاملة ايه يتبعها هل يطرع بتنام كويس هل يطرع حد بيساعدها في البيت عشان تلها ممكن تنزل تجري في الشارع محدش يعرف عنها حاجة ممكن تخش في مشاكل كتير في حلقة حاجات ممكن طبعا كل الحاجات دي بسبب الاكتئاب فدايما والمتابعة الجيدة لانه ممكن ما بين ان انا اقول لجوزها طب خرجها شوية اتكلموا معاها حد يساعدها او ان هي قد نضطر ان احنا تاخد ادوية اكتئاب طبعا احتمالية السايكوز والدبريشن اللي هي الحاجات الصعبة دي احتماليتها قليلة جدا الاكتر اللي هو البيبي بلوز اللي هو المنتشر ان هي بعد الولادة تبدأ انها ممكن تعايت شوية مش عارفة تنام مش عارفة تخدم العيل تمام احنا بنتكلم كده عن المرأة طب ما فيش مركز بيؤهل الزوج ان هو يبقى حريص في الحاجات دي او يعمل ايه او يتحشع رجل هيعرف من ايه المعلومات دي يعني فيه رجال عادين جدا ومثقفين جدا وناس يعني ما بقوش عارفين ايه الموضوع ده يعني هي مكتئبة لقى بيبي جديد ولقى حالة جديدة عند مراته انها بتعايت انها مكتئبة طب مين لي اهله يقول له يتعامل ازاي يعني هو متعاود عليها انها بتزعف وشه على طول لكن تعايت بقى ومكتئبة دي جديدة فيعمل ايه هي جزء منها ان هو خلال فترة التسعة شهر بتاع الحمل لازم الزوج يكون دايما مع مراته ما يبقاش مثلا سايبها مع اختها مع مامتها اي مين لي يقول له يا دكتور دكتور النساء طبعا مع كل زيارة انا هي بسألها هي اخبارها ايه ابتدى يجي الشكوى لان جزء خلي بالك من الاجتئاب ده بيبدأ يظهر اثناء الحمل يعني هو جزء ازواق كتير يقول لي هي الجنيت ولا يا دكتور فجأة قاعدة بتعايت بعد كده تتحك بعد كده تمسك في اخناقه اي يعني حضرتك يا دكتور امنات نساء او اي دكتور امنات نساء الست بتروح تتابع عنده بشرح لها طبعا واشرح للزوج لانه خلي بالك في بعض الازواج بيبقى فاهم ويقول لها دكتور هي الجنيت ولا ايه هي مالعملة كدر ايه فانا اشرح له اقول له لا ان تغييرات الهرمونية بتخليها سهلة الاستثارة تخليها انه ممكن تبنتعصبها فهو دورك ان انت تتحاول ان انت تتجنبها ما تحاولش ان انت تتسفزها تبقى عارف ان هي بتعدي بفترة من الاخباطة شوية يعني دايما نقول ان الاخباطة الول هرمونات حواليه اكتر من الف ضعف وقت الدورة الشهرية لان ممكن لما تلاقي واحدة وقت الدورة يقول لك يبدأ عنها السيامة تعصرها شوية انا اقول ان في اسنانها الحمل حوالي الف ضعف فالواحدة تبقى سهلة الاستثارة ممكن تعيط على طول ممكن تخش في اكتئاب فدايما بنقول باكد في كل زيارة ان لازم الزوج يبقى موجود عشان اشرح له المعلومات دي ويبقى فاهم الكلام ده ان هو زي يساعد مراته وخلينا اقول ان الكلام ده حقيقة لازم يتدرس في المدارس ان انت ثقافة طبية لازم يبقى عندنا شوية ثقافة عن جسمنا لحايتك نشوف الحاجات دي فين يا دكتور بتحصل بجد اللي هي اللي هي مثلا ان توصل الزوج اللي يقول لك يعني واخد باله من الحاجات دي حريص جدا على ان مراته ما يجلاش اكتئاب يعني دكتور يعني بص عادة ان احنا عندنا في مصر دكتور الامراض النساء الست ما بتروحش مع جزها دايما اصدقالك لازم تروح اهم واحد هو جزها لان هو ده اللي قعد معه ليل ونهار هجيبه منين كدكتور يعني حريصك تواجه الرسالة للناس يا جماعة لما المدام تبقى حامل من فضلك من فضلك فضي نفسك شوية وروح معا الدكتور النساء والولادة عشان انت كمال هتتعلم تتعامل مع مراتك ازاي ويا حامل واسنع الحامل واسنع الولادة ده مهم وجزء منها الثقافة الطبية دي حقيقة دايما بقول لازم تتدرس في المدارس يعني شوية معلومات بسيطة حتى مش عن الحامل مش عن الولادة مش ازاي تتعاملي مع مراتك عن كل الامراض يعني دايما لو ركزتي وانت في ابتدائي في اعدادي في سنوي في كليتك في شغلك عمر ما حد بتتكلم معاك لا عن الطب ولا عن طويات صحية مشكلتنا في مصر انت لما الوحدة بتاعي تروح للدكتور هي كده عملت اللي عليها بس عمر ما حد تتكلم معاها عن المرض عوامل الخطر ازاي تحمي نفسك انا مش هدفي ان الناس يجريهم مرض وعليجهم انا هدفي ان انا عرفهم عوامل الخطر عشان يقدروا يحموا نفسهم من المرض وعش كده في انت الاهم بكونا طلعنا حاجة اسمها رقمك حياتك رقمك حياتك يعني ايه رقمك حياتك رقمك حياتك زي ما انت عارف رقم الموبايل بتاعك ورقم الكريديت كارد انا عاوزك تبقى عارف رقم ضغطك سكرك كوليستروليك وزنك محيط وسطك فابتدين تبقى تبتكلف حاجات لا خلص بس الكلام ده مهم يعني مهم مهم جدا بس اعتقد انه صعب تطبيقه ما هو عشان البلد تتغير يبقى لازم الناس تتغير فلازم الناس تصحفها احسن خلينا اقولك ان الانسان المريض او الانسان المريضة هو هيبقى غير منتج هيبقى مكلف على عيلته مكلف على البلد يعني احنا كل سنة بتشتكي ان انت تصرفي مليارات على علاج المرض محدش فكر انه يقفل شوية حنفية المرض دي عن طريق الكشف المبكر عن طريق ان احنا نغير سلوك الناس هو انت ليه تتسنى بس تشهر بسجاير فيجيلها القلب طب انا ليه من الاول ما حاولش ان انا وقف القصص ان الواحدة تبقى ضغطها عالي او سكرها عالي او انها تعاني من بدانا فابتدينا حتى من رقمك حياتك طلعنا حاجة اسمها وعي طفلك جوة انت الاهم ابتدينا ان احنا في وعي طفلك عاملين كريس تلوين عن اشهر الامراض يعني عاملين كراسة مثلا عاملنا فيه حياتك انا والمجموعة اللي معنا ناس اللي معنا معنا ناس جرافي ديزانر ويتسرقوها في المدارس يعني كنا في الساقية كنا في وعي طفلك دي عاملنا من شهرين في الساقية جبنا حوالي 200 طالب وطالبة كان احد المدارس في السنة الساقية دي حضرتك في الزمالك لا احنا عايزين ننزل هننزل للناس القرى والمحافظات لو هم محتاجين ده فعلا هقولك شوف انت بتقولي في الساقية وفي الزمالك بس انا اقولك الامهات اللي كنت حضرة مع الولاد قالوا يا دكتور عمر كمية المعلومات اللي مكناش نعرفها كتير جدا يعني انا بقول اساسيات وخليك دي مشكلة ان الانسان اللي متعلم لما يبقى الاساسيات اللي انا بقولها في الوقاية والاكل الصحة والاكل اللي فيه الحديد مش عارفها يبقى انت عندك مشكلة يعني حتى انت بتقولي لي يا ده انت في الزمالك بقى انا بقولك حتى اللي في الزمالك ما عرفش حاجة انت عندك في مصر اللي في الزمالك ده ممكن يبقى معاه فلوس يروح للدكتور بس ما عندوش معلومات ازاي يحمل نفسه من المرض الوقاية من المرض نفسه قبل ما يجيله زي ما حضرتك قلت عموما انا طبعا بهاني حضرتك وبقول لك كل سنة انت طيب بمناسبة يوم المرأة العالمي كل سنة حالك طيبة ويا رب رجالة كتير كده يبقوا زي حضرتك يتهنوا في اليوم ده ويقولوا لستاتهم كل سنة انت طيبين يعني مش هتخسر حاجة يعني على اقل يعني كلمة حلوة وفي نموذج دكتور عمري طبعا يفزل مجهود كبير قوي علشان فعلا يساعد المرأة بأي طريقة فهنا شكرا يا دكتور عمري وتوعيدنا حضرتك بالزيارة تانية وتجيب لنا معك بقى الكراريس دي عشان نوريها للناس فعلا نعمل نوع من طوائية زي ما حضرتك والتعليم والتعليم مرسي يا دكتور قوي وتشرفت في حضرتك هنلتقي بعد الفصل يا جماعة مع الفقرة اللي بحبها قوي اللي بحبها ما سيلا